إضطراب جوي نشيطة للفعلية محمل بأمطار غازية كذلك كانت الثلوج تساقطت أقول يوم أمس على المرتفعات الشرقية بالإضافة إلى ذلك دخول أو تسرب هواء بارد عمل على خفض درجات الحرار خاصة الدنيا يعني خلال الفترة الصباحية وحتى الفترة الليلية الأمطار تستمر في التساقط إن شاء الله طيلة نهار اليوم الجمعة وحتى يوم غد السبت وكذلك إلى غاية يوم الاثنين على فترات البداية بالنشريات الخاصة حيث أكدت مصالح الأرصاد الجوية صباحة اليوم على استمرار تساقط أمطار رادية غزيرة ومعتبرة محليا بكمية تتروح بين 20 و40 والأمطار إن شاء الله ستكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد وهذا إلى غاية منتصف نهار اليوم الجمعة إن شاء الله الولايات المانية جنوب ولاية المسن عامة وكذلك البيض بالإضافة إلى النشرية الخاصة هناك نشرية خاصة ثانية فيما يخص تساقط أمطار رادية غزيرة ومعتبرة محليا مرفوقة كذلك بتساقط لحبات البرد البرد وكمية تتراوح إن شاء الله ما بين 20 و40 مليمتر وقد تتعدى 50 مليمتر محليا إن شاء الله تستمر في التساقط إلى غاية ساعة ثالثة بعد زوال اليوم الجمعة والولايات المانية كل من ولاية لغواطر دايل جلفة ولا جلال مغير المسيلة بسكرة باتنا كذلك ولاية خنشرة بالإضافة إلى النشرية الخاصة هناك تنبيه من الدرجة الأولى حيث أكدت من خلاله مصالح الأرصاد الجوية على تساقط أمطار رادية غزيرة ومعتبرة محليا وهذا بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إن شاء الله الأمطار في التساقط وبغازارة إلى غاية يوم غد السبت إن شاء الله الولايات المانية كل من ولاية بسا سوق هراس أم البواقي خنشلا سطيف بورج بوري ريج كذلك ميلا قسنطينا قلمة طارف سكيكدا عن نابا جيجل بجاية تيزيوزو بومردس الجزائر العاصمة ولاية البوليدة الوادي وبشر الآن مشاهدين نحن نشوف مع بعض فيما يخص التوقعات خلال الساعة المقبلة بداية من يوم غد السبت إلى غاية يوم الاثنين أمطار جد غازارة إن شاء الله مرتقباء صبيحة يوم غد على المناطق الوسطى والشرقية عبر كل من ولاية الجزائر العاصمة بومردس تيزيوزو البليد المدية كذلك بجاية جيجي سكيكدا عن نابا طارف غالما سوق هراس بسا أم البواقي قسنطينا حتى على ولاية خنشلة بسا وأم البواقي نتبع التفاصيل ليوم غد تستمع الأمطار في التساقط بغازارة خاصة على سواحل الشرقية سواحل بجاية جيجي سكيكدا وعنابا إن شاء الله لكن مع ظهيرة يوم غد يعود الاستقرار تدريجيا إلى المناطق الوسطى والغربية مع بقاء بعض الزخات المطارية إن شاء الله نسجدها صبيحة يوم الأحد على كل من ولاية وهران سيد بالعباس غليزان سعيدات يارت كذلك مدينة أفلو حتى على مدينة الجلفة من السعادة عين والسارة نلاحظوا يعني أمطار تكون معتبرة محليا لظهيرة يوم الأحد لكن بالنسبة للمناطق الوسطى وشرقية أجوة تكون مستقرة وصفية فيما يخص يوم الاثنين الأمطار تستمر في التساقط إن شاء الله يعني أمطار نلاحظوا فيها تكون على فترات بغرب ووسط وحتى شرق البلد إن شاء الله يارب تكون أمطار خير الكمية تحتكون ما بين 20 حتى 40 ملمتر محليا ويمكن أن تصل يعني ببعض المناطق خاصة على سواحي الشرقية إلى غاية 50 ملمتر إن شاء الله لأن نمر إلى التنبيه فيما يخص الرياح القوية كذلك الرياح قوية حاضرة وهذا لنهار اليوم الجمعة تكون هذه الرياح مرفوقة بتطاير كثيف للرمال وتردأ في الرؤية بداية من ساعة 9 من صباحة اليوم تستمر إلى غاية ساعة 9 ليلا إن شاء الله هالولايات المعنية كل من ولاية إليزي ورقلة إن صلاح المنيعة تيميمون وكذلك ولاية أدرر الحيطة والحظر لكل مستعمل الطرقات نمر الآن إلى الكتل الهوائية ودرجات الحرارة إن شاء الله المرتقبة بداية من يوم غدا السبت إلى غاية يوم الاثنين إن شاء الله مشاهدين أجوات قديمة باردة نقدر أقول لها درجات الحرارة غير فصلية غير عادية دون المستوى الفصلي ستخص أغلب المناطق الشمالية خاصة المدن الداخلية منها نبقى دايما نسجم بين 4 دراجات إلى 5 دراجات على أغلب المناطق الداخلية السواحل الوطنية ستروح إن شاء الله ما بين حوالي 8 دراجات إلى 11 دراجات فقط الجنوب الجزائري إن شاء الله بالنسبة لفترة الصباحة والفترة الليلية سنسجم بين 10 دراجات إلى 15 دراجات إن شاء الله فيما يخص الظاهرة بحول الله درجة حرارية أخرى ستكون نوعا ما نقدر أقول لها نوعا ما دون المعدل الفصلي أجواء نوعا ما تكون باردة خاصة على المناطق الشرقية وبعض المناطق الوسطى للبلاد لذلك سنسجم إن شاء الله ما بين 10 دراجات وهو كأدنى مقياس خلال الظاهرة وأعلى مقياس حوالي 20 دراجة المناطق الغربية ستراوح إن شاء الله بالنسبة للظاهرة ستراوح ما بين 20 حتى 25 ويمكن أن تصل إلى 28 دراجة ببعض المدن الداخلية خاصة على الخط الرابط بين مدينة معسكر غريزة شلف وسيدي بالعباس الجنوب الجزائري كذلك يعني هناك تراجع طفيف دراجات الحارة القصوى عبر مختلف المناطق الجنوبية خلال الظاهرة لذلك سنسجل إن شاء الله ما بين 30 إلى غاية 39 دراجة وأعلى مقياس حوالي 40 إلى 44 دراجة على مدينة إنكزام وحتى مدينة برج باجي مختار مشاهدنا تستمر الأمطار في التساقط على فترات مع نهاية الأسبوع حتى بداية الأسبوع المقبل إن شاء الله إن شاء الله يارب تكون أمطار خير مع تسجيل انخفاض جد محسوس غير عادي غير فصلي خلال الساعات المقبلة عبر مختلف ولايات الوطن المناطق الشمالية وحتى على المناطق الجنوبية بهذا مشاهدنا سليطي ورقة حول التقص نعود الآن إلى ريضا لاستكمال بقية الأخبار ترجمة نانسي قنقر